موسيقى مساء الخير قبل أيام قليلة حذر جيمس جيفريل الميليشيات الكردية من أربعة أخطاء قطع النفط عن حكومة أسد إعلان الحكم الذاتي في مناطقها تغزيز العلاقة مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا والرابعة مهاجمة تركيا التحذير من الوقوع بالخطأ الأول أثار جدلا واسعا فكيف تفرض واشنطن عقوبات على حكومة أسد وبنفس الوقت يخرج مسؤول أمريكي كجيفري حتى ولو كان مسؤولا سابقا ويحذر ميليشيات قسد من أن تمنع شحنات النفط هذه من التدفق إلى مناطق النظام ما أثار الجدل أيضا هو لقاء الجنرال الأمريكي ماكنزي بمظلوم عبد من دون أي نتائج واليوم هناك حشود روسية تتوالى إلى منطقة عين عيسى ومزيد من الانتشار في النقاط التي أنشأها الروس حديثا على أطراف البلدة وعلى الامفور ميليشيا أسد تروج عبر أعلاميها وأبواقها غلى مواقع التواصل الاجتماعي بأن عين عيسى ستعود إلى النظام بالبوط العسكري وبأن الحشود الروسية والانتشار العسكري هو مقدمة لانتشار لاحق تجريه ميليشيا أسد في المنطقة وأن هناك اتفاقا عقد أمس الأحد بين ميليشيا أسد وروسيا تعاهدت خلاله الميليشيات الكردية بتسليم البلدة للجيش الروسي وهذا كله يأتي قبيل محادثات ستعقد في روسيا بين وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف ونظيره التركي مولود جويش أوغلو لمناقشة ملفات عدة على رأسها الملف السوري فهل صحيح أن قسد سلمت البلدة للروس وميليشيات أسد أم مجرد مناورة لكسب الوقت هل تقبل تركيا بأن تسلم الميليشيات الكردية عين عيسى لروسيا وأسد وميليشياتهم وإذا كان الأتراك لا يقبلون فلماذا يؤخرون المعركة إذن هل لتصريحات جفري وضعوته لقسد بعدم إغضاب أنقرة والحفاظ على الاتصال مع حكومة أسد وروسيا علاقة بما يجري هل أيضا للتصعيد العسكري الروسي في إدلب علاقة بعين عيسى وفي حال سلمت ميليشي قساد عين عيسى للنظام فما هي المنطقة التالية؟ هل صحيح أن عين عيسى ستكون أول حبات المسبحة؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل أرحب بضيوفي عبر سكايب من الرياض بسيادة العميد أسعاد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي بضيفي عبر سكايب من أربيل أيضا الدكتور عبد الباقي كولو المحلل السياسي وبضيفي هنا في الستوديو الأستاذ طه عودي أوكلو الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل أبدأ معك يا دكتور عبد الباقي كولو من أربيل لنبدأ بداية بالمعلومات والمعطيات قبل أن ندخل بالتحليل النظام وروسيا يقولان أن الاتفاق بتسليم عين عيسى قد تم مع قسد وأنه مجرد ساعات أو أيام وستصبح المدينة تحت سيطرتهم هل من معلومات مؤكدة بهذا الصدد؟ نعم سيدي بداية المساء الخير لك ونحن لك العيسين أولا أنا بالنسبة للتفاق التي حصلت مثل ما تفضلت وجاء في تقولكم بين قسد وبين روسيا ليس لدي معلومات كافية عن هذا الموضوع اطلاقا ولكن أود أن أقوم بتحليل خاص ووجهة نظري وموقفي من هذا الموضوع الذي يجب الآن في عين عيسى أولا كما تعلمون كل المتابعين للشأن السوري العام والشأن الشمال الشرقي سوريا ودخول قوات حزب العمال الكردستاني في بداية الثورة السورية كان بالتخطيط من النظام السوري بالتعاون مع النظام السوري وحزب العمال الكردستاني لديه مهمة واضحة في هذه المنطقة ولكن الذي يحز على نفسي شخصيا أرى سقوط الحرقة السياسية الكردية أولا حزب العمال الكردستاني عندما سلم المناطق التي تم تسليمها إلى تركيا كان باتفاق واضح بينها وبين تركيا والآن مثل ما بعد عفرين وتل أبيض وعس العين الآن يأتي الدور على عين عيسى لأنه إذا تم تسليم هذه المنطقة إلى تركيا وليس إلى النظام السوري أنا أستبعد أن يقوم حزب العمال الكردستاني بتسليم هذه المنطقة إلى النظام السوري بحجة أنهم سيقاومون التوسع التركي ونرى طبعا في نياد السيناريو بأنه سيتم تسليم هذه المنطقة إلى تركيا مثل ما تم تسليم المناطق الأخرى في نقاط هامة أنت تتحدث عكس كل ما يتم الحديث عنه أنت تقول أن حزب العمال الكردستاني بذراعه قصد اليوم سيسلم عين عيسى لتركيا وليس للنظام أو روسيا نعم ليس لقصد لماذا ما مصلحته من ذلك ما مصلحته من مصلحة واضحة لأنه هدف حزب العمال الكردستاني هو عدم قيام أي كيام كله لا في الشمال العراق الكردستان أنا أقولها في التمشق السورية هذه من التصريحات التي نسمعها من قياديهم وصناعي القرار في قنديم أن هذه المسألة هو واضحة للشعب الكردي عموما ليس أنا شخصيا المهمة هو وقع العاتق وهو الآن يعني لو نترك عين عيسى قريلا بثواني سأتي إلى موضوع عيسى الآن يحاولون بشتى الوسال أن ينهو التجربة في إقليم كردستان العراق هذه التجربة النموذجية التي تمت في الشنق الأوسط يعني يحاولون بشتى الوسال هم يعملون الأجل المصنع التركي هناك اتفاقيات بين النظام التركي وبين حزب العموال القرساني في شبال قنديم اتفاقيات غامضة اتفاقيات غير واضحة لنا اتفاقيات السربية جدا الهدف منها هو تسليم هذه المنطقة إلى التركي أنا برأيي وتحليل الشخصي أرى بأن عيسى الآن المرحلة الثانية من تسليم المنطقة كاملة وليس عين عيسى لأنه إذا تمت منطقة عين عيسى إلى القوات التركية أو القوات المتحومة من تركي ما يسمى بالجيش الوطن الثاني هذا يعني خطأ منطقة كوبان يعني عارب عن منطقة الجزيرة والجزيرة هي القامشة والحاسكة ومرورا بقاطنية وصولا إلى ديريك حتى الهدودة العراقية العراقية السورية جميل خليني فند كلامك بس كرمال لأنه عبتذكر معلومات أو تحليل استنادا إلى معلومات قيمة وغريبة ربما قد تبدو للمشاهد إذن هناك قرار من حزب العمال الكردستاني كما تقول حضرتك بتسليم مناطق عين عيسى ربما منبج وكوباني أيضا يعني وصل رأس العين بجرابلوس والتي تصبح كلها مناطق رفوذ تركية صح؟ سيد العزيز اللي فهمته صح بس أكد لي أول شي دكتور اللي أنا فهمته من كلامك صح؟ أعطيك المعلم نعم أولا بعد اتفاقية سنجار الذي تمت بين يقريب كل السورية والحكومة المركزية في بغداد والذي يقطع الهلال الشيعي الذي يمتد من إيران مرورا بالعراق في منطقة سنجار ثم مناطق السورية والسورية للبحر أبدا المتوسط هذا هو الهدف من ذلك حزب العمال الكرسان هم يعملون من أجل مصلحة النظام الإيراني من ناحية ونظام التركي أيضا من ناحية اللغة الأخرى فلذلك المسألة أن هذه الاتفاقية التي تمت بين حكومة القريم وبين العراق لم تعجبهم لم تعجب معلميهم أو الذين يقودونهم أو الذين يسيرونهم فلذلك يحاول بشكل وسائل التشويش على الاتفاقية ووضع العراقين أمامها فلذلك الآن بدأوا بعين عيسى وغيرا سيادة الدول إلى مدر أخرى في الشمال الشركة السورية يعني المسألة الكبيرة جدا والقامرة كثيرة جدا على الحركة الكردية أن تتحرك على المستوى القريمي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي وأن تضع حتى لهذه التصرفات التي لا تخدم قضيتنا لا القضية السورية عموماً ولا القضية الكردية بشكل خاص فلذلك هم الملقات على عدد اليوم الأصدقاء الأعداء هناك تقارب هناك صفقات كما تقول بين حزب العمال الكردستاني وتركيا تزعجكم طبعاً طيب اسمح لي أن أعود إليك دكتور بعد قليل لأشرق معنا باقي الأطراف أتحول إلى ضيفي هنا في الستوديو أرحب بك معنا من جديد الأستاذ طهى عوده أقول لا نعلم شيء سوى التصريحات النظام وأبواقه ووسائل إعلامه والتصريحات الروسية وأيضاً هناك حركة على الأرض في عين عيسى هل تم الاتفاق فغلاً على أن تنسحب قصد والوحدات الكردية من عين عيسى مقابل دخول النظام أقصد اتفاق تركي روسي في بداية تحياتي لك يا أستاذ أحمد ضيوفك كرام أستاذ المشاهدين يعني من دون شك خلال المتابعة خلال الساعات الأخيرة الماضية هناك أنباء وتصريحات تصدر من الجانب الروسي إلى حتى هذه اللحظة عن تفاهمات واتفاقيات ولكن إلى حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات تركية تتحدث عن هذا الموضوع ولكن اللافت أيضاً أن هذه المعلومات هي يعني تتدارى أو متضاربة نوعاً ما خاصة تتحدثنا عن أن هناك زيارة مهمة جداً لوزير الخارجية التركي شووش أقوله إلى موسكو غداً وممكن أن نتابع تصريحات قبل الزيارة أو خلال الزيارة سوف ترسم أو تضع النقاط على الحروب حتى الآن لا توجد تصريحات تركية إلى حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات يمكن أن نحلل أن نفهم شيء يعني إلى حتى هذه اللحظة بتصوري أعتقد في الفترة الأخيرة الماضية كانت هناك تفاهمات أو كانت مفاوضات تركية روسية مستمرة فيما يتعلق بموضوع عين عيسى وأيضاً لاحظنا أن التصعيد التركي الكبير في الفترة الأخيرة هو كان إشارة واضحة إذا لم تحل هذه المشكلة كما تعلم أن مشكلة قصد عين عيسى هي مرتبطة بشكل كبير في التفاهمات التي أبرمت في أكتوبر عام 2019 ولكن لاحظنا أن الروس يحاولون قدر الإمكان الضغط على قصد خلال الفترة الأخيرة الماضية من 5 أو 9 ديسمبر الحالي وإلى حتى هذه اللحظة ما زالت المفاوضات مستمرة ولكن نلاحظ أن في الجانب الآخر قصد هي تحاول أن تكسب الوقت هناك نحن مقبلين على إدارة أمريكية جديدة هذه الإدارة كما تعلم علاقتها ليست جيدة مع الحكومة التركية لها علاقات مهمة مع الأكراد وخاصة تصرحات بايدن السابقة في السنوات الأخيرة ولكن لو تسمح لي فيما يتعلق بموضوع تعقيم على الدكتور تحدث عن موضوع حزب العمال كدستاني وتركيا تحدث منتقدا يعني هو مش مع الفكرة نعم أفهم ولكن حاليا قبل أسبوع أو عشرة أيام كانت هنا زيارة لرئيس الوزراء العراق الكاظم إلى تركيا وتحدث عن كانت هناك موضوع سنجار وتحدث أيضا أردوغان في المؤتمر الصحفي عن أن هناك تعهد تركي عراقي بمحاربة حزب العمال الكردستاني وأن هناك تفاهمات بين السطور وفهمت من خلال المؤتمر الصحفي بأن بس تجري خلف الكواليس تجري صفقات من هذا النوع أنت تعلم نعم ولكن في كل أحوال أن تكون هناك تفاهمات تركية من حزب العمال الكردستان أعتقد هذا غير منطقي إذا تحدثنا عن الأشهر الأخيرة الماضية وأن العقود الماضية كلها أن هناك دائما محاربة من قبل تركيا لهذا الحزب الذي تصنفه هنا بالحزب الإرهابي عين عيسى قد تفصل الرأي بينك وبين دكتور عبد الباقي يعني في حال سلمت الآن للجيش الوطني يعني صارت تحت النفوذ التركي يثبت هذا بالضرورة كلامه أو ينفي كلامك لا أنا التصور أعتقد حاليا نحن دعنا ننتظر الساعات القادمة من سوف يتمخذ عن هذه المبحثات واللقاءات التركية الروسية أنت حريص في أي تحليل استنادا دائما إلى التصريحات الرسمية نعم لأن حاليا نحن هنا في تركيا نتابع دائما التصريحات الرسمية وعلى ضوء هذه التصريحات نبني عليها تحليلاتنا وقراءاتنا للواقع ولكن هناك شغلة من شهر أو تقريبا هناك حشود عسكرية هناك حديث كل الأحاديث وكل التحليلات تنصب في احتمالي رح رخص لك ياهو نعم أما عمل عسكري تتقدم قريبا أو انسحاب أو انسحاب لصالح النظام وروسيا نعم يعني ليس لصالح أحد ولكن ليس لصالح أحد من القوات التابعة أو الميليشيات التابعة لتركيا ولكن إذا تحدثنا حاليا تركيا هناك هدف أساسي بالنسبة لها أشرت لك قبل قليل تفاهمات الروسية التركية في عام 2019 هو إبعاد وحدات الكردية هو قطع أوصال هذا الكيان الذي يمثل قلقا وهاجسا كبيرا لتركيا حاليا حتى وإن كان المقابل عودة النظام إلى هذه المنطقة عودة النظام لا أستطيع أن أزم هل توافق تركيا هذا ما تعرضه روسيا هذا عرض الوحيد الروسي ولكن إن بقت قوات النظام بتصوري أن تركيا أفضل الشرين أفضل الشرين لا تماني ولكن المهم بعد هذه الوحدات والخطر الكردي خاصة نحن كما ذكرت لك على أبواب إدارة أمريكية جديدة مقلقة بالنسبة للحكومة التركية بالتأكيد عندي كثير أسئلة أيضا بهذا السياق وسأعود إليك بعد قليل أرجو منك البقاء معنا إلى الرياض وضيفي من هناك سيادة العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي أرحب بك معنا من جديد إلى تفاصيل يا سيادة العميد اليوم كأنه هذا المشهد مكرر نوعا ما على الساحة السورية يتدخل الكبار يتفاوضون يرمون أوراقهم على الطاولة ومن ثم تحدث تتدخل روسيا بكل سلاسة لتسلم هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ما رأيك؟ مصر الخير إلىك أستاذ أحمد إلى السادة الضيوف ومشاهدين الكرام أولا دعني أقول الحقيقة الواضحة تماما والتي لا لبس فيها أن هذه التنظيمات الثلاثة تنظيم قصد تنظيم داعش تنظيم أسد لا فرق بينها إطلاقا كلاهم أو كلاهم ثلاثتهم يقومون بقتل سوري وتدمير مدنهم وحرق قراءهم ونهب ثرواتهم يعني اليوم قصد تنهب الثروات وتدمر المنازل وتضرد أهلها وقبل قصد كانت داعش وقبل داعش كانت نظام ليس موضوعي لا لا أفهم بس إلى أين سأتصل سأصل إلى أنه عندما أقول أن حاليا قصد في عين عيسى ثم انتقلت إلى الروس أو انتقلت إلى النظام فهذا سيئا واحد يعني بالنسبة لي أنا كسوري ابن سوريا والذي يهمني أن تستقل سوريا بكاملة وتعود للثورة السورية للثورة وهذا ما يهمني بغض النظر بالطريقة التي كانت أي يهمني أن يعود أهالي عين عيسى إلى عين عيسى لا أتمنى أن يكون فيها لا عنصر إرهابي من قصد ولا عنصر إرهابي من داعش ولا عنصر إرهابي من النظام عندما نقول أنت لا مع ولا ضد سيئا الوضع بالنسبة إليك لا 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 سأصل النتيجة المهمة يا أستاذ أحمس بس صبرك علي قليلا تفضل اليوم نحن عندما نتحدث حقيقة على أن تركيا تقبل أن تكون القوات الروسية هناك عندما نقول قوات روسية يعني قوات النظام وهنا هناك هنا في يعني حقيقة أخرى عندما تكون القوات الروسية لا يعني قوات النظام لكن عندما تكون قوات النظام يعني القوات الروسية لماذا أقول هذا الكلام لأن روسيا هي المسيطرة على سوريا روسيا هي التي تنملك سوريا وخلاف روسيا أو ركض روسيا باتجاه الجزيرة لتقليع أو لطرد أمريكا ولسا يعني طبعا قصد هي عبارة عن عصابة مأجورة لأمريكا عندما تقول أمريكا عندما تقرج أمريكا ستختفي قصد كليا هذه حقيقة لذلك روسيا هي تريد المنطقة لها فعندما يملكها النظام فهي إلى روسيا وعندما تملكها روسيا فهي إلى روسيا إذن روسيا تريد عين عيسى بكل وسائل سواء كان بالاتفاق السري مع تركيا أو باتفاق عسكري مع تركيا بمعنى أن تتيح المجال لعمل عسكري تركي أو مثلا تقوم بساعدة تركيا أو بالضغط على إرهابي قصة وبالتالي تقليعهم من المنطقة وإعادة النظام. هذه حقيقة لابد أن يعرف الجميع وبالتالي لا يهمني الوضع الذي لا يهمني في عين عيسى أن تعود عين عيسى كما كان قبل عام 2011 لأنه إذا دخل النظام سيقتل من في عين عيسى من السوريين وإذا دخلت روسيا ستسلمهم للنظام وقصد حاليا تقتلهم أو تسلم بعضهم للنظام. ما قلت لك قليل ما وافقتني. قلت لك الأمر بالنسبة لحضرتك سيان قصد مثل النظام. سيطرة قصد دخل النظام. الوضع نفسه طبعا هناك مثال يا أستاذ أحمد. عندما حارب الفصائل حاربت داعش وطردتها من مدرسة المشهات ومن سجن حلب الشمال حلب فقامت داعش قبل أن تطرد من تلك سلمة للنظام. وهذه الصورة لا تخفى على أحد وكثير من الشهداء من الثورة السورية الذين ضحوا بدماءهم من أجل هذه المناطق ليطردوا داعش. فدخلت قبل أن تخرج داعش سلمة لقصد وقصد سلمة للنظام. إذن عندما نقول أن اتفاق ما بين قصد والنظام وروسيا. هذا ليس اتفاقا هذا هي عبارة عن أجسام ثلاثة في بوتقة واحدة في صورة واحدة في مكون واحدة. أما عندما نتحدث اليوم على أن تركيا أنا طبعا لا أوافق أن تكون تركيا هي من تهاجم. أنا أوافق أن يكون الجيش الحر من يهاجم لأن الجيش الحر يجب أن يحرر كل مناطق الجزيرة من التواجد القصيدة أو التواجد الارابي لهؤلاء الحثالة. لا أقول تركيا لا أريد تركيا أن تكون بسوريا. لكن أريد أن يكون الجيش الحر. أريد أن يعود أبناء دير الزور. أبناء الرقة. أبناء إلى حالي. لكن للأسف الشديد بكل هذه المنطقة وبكل هذه الأطراف بما فيها تركيا وبين فيها إيران وبين فيها كل المنطقة الدول المجاورة هي حاليا غدت لعبة بيد الدول الكبرى اللي هي الروسية وأمريكا الصراع حاليا في سوريا صراع روسي أمريكي لكن هنا من يستأجره الأمريكان وهنا من يستأجره الروس وهنا من يدفع إذن هؤلاء الثلاث عندما نقول ميليشيا قسد أو أسد أو داعش هم ملك لمن يدفعه أكثر سواء الأمريكان أو الروس ولذلك لا نستغرب تصريحات طبعا يعني جيمس جيفري عندما قال يعني لا يريد من قسد قطع النفط على النظام لأن أمريكا لعبت هذا الدور يعني منذ وداة الثورة لعبت أمريكا تغطية النظام ويخطئ من يظن أن روسيا هي ما غطت النظام من غطت النظام هي أمريكا ولذلك أوجدت داعش وأوجدت قسد وأوجدت كثير من العصابات كما أوجدت حج الشعبي وأنت تعرف سياتك عملت برنامج قبل كم يوم على الدعم الأمريكي لحج الشعبي إذن القضية لا أريد أن أتعمق بقضية قتل السنة وقتل المسلمين لكن لا بد أن يعرف الجميع أن القضية اليوم هي صراع بين الدول الكبرى ونحن ندفع الثمن وخاصة الشعب الشهوري من يدفع الثمن الأكبر لذلك عندما نتحدث عن قضية حجوم تركيا سياتر عميد إذن عندما نسأل بس خليني بدي أوقف عن ضغطة بكلامك هي أهمة بالنسبة لي وللمشاهدين عندما نسأل ميليشيات وقادة فصائل الجيش الوطني عن موضوع تبعية لتركيا منتقدين يقولون نحن نلتقي في المصالح مع تركيا تركيا مثلا بالنسبة للقصد والميليشيات والوحدات الكردية تريد تركيا وتعتبر أن وجودهم هو خطر على الأمن القومي غلى حدودها هذا يلتقي فيه الطرف السوري مع الطرف التركي بالنسبة لي عين عيسى موضوع حلقة اليوم في حال صدقة المعلومات التي تقول بأن الصفقة أو الاتفاق تم ستخرج قصد سيدخل النظام والروس هو مصلحة تركية بحتة استنادا لكلامك صح؟ هنا لا توجد تلاقي مصالح عندما نقول تلاقي هناك فرق بين تقاطع المصالح ما بين تطابق المصالح عندما نقول تركيا والفصائل تتقاطع بقضية إخراج قصد هذا صحيح ولكن عندما نقول أنهم يتقاطع بقوم لا ليس التطابق اللي نحن لا نريد فقط إخراج قصد بس تكمل الجملة تكمل المعادلة إخراج قصد ودخول النظام هذا دخول النظام هنا النقطة التي نقتل فيها مع تركيا لذلك أن التحدث قلت لا يمكن الحديث بتركيا الحديث يجب أن يقوم بهذا الهجوم وهذه العملية العسكرية هم الجيش الحر من أجل تحرير عين عيسى من هؤلاء الشراثم وبالتالي طردهم كما النظام لا أريد أن يكون نظاما كما ذكرت قبل قليل لا فرق ما يبنى هؤلاء الثلاث إذن عندما نقول هناك مصالح مع تركيا هناك مصالح متقاطعة بنقطة بنقطتين وليست متطابقة هناك كلاب بينها وبين تركيا نعم نحن متطابقين نعم لا نريد أي كيان يحتل من سوريا أو يفصل من سوريا هؤلاء الأرض هذه المناطق هي مناطق لنا مناطق عربية للسوريين يعني لكن عندما نتحدث على قضية أن تركيا قد تقبل بالنظام لأنها تخلصت من هذا ما يسمى كيانا أو إدارة ذاتي ما يسمى طبعا هذا كله كذب يعني إذن هذه نقطة نحن نتطابق فيها مع تركيا ولكن نختلف لأننا لا نريد نظام أن يدخل مفهوم من جديد إلى الدكتور عبد الباقي قول وضيفي من أربيل قبل أن أعود إلى أسئلة غاين عيسى وما يحدث في غاين عيسى أذكر جيدا قبل أقل من عام كنت معي في إحدى الحلقات يا دكتور عبد الباقي وسألتك عن موضوع النفط السوري الواقع تحت سيطرة الأمريكان وقصد وقلت لي على ما أذكر أن 80 إلى 90 بالمئة من عائدات هذا النفط تذهب إلى قادة قنديل اليوم ماذا نفهم من تصريحات جيفري عن تحذيره في أحد النقاط أن يقطع قصد النفط عن النظام السوري معلوماتك تقول أن النظام يزود بالنفط أم يشتري النفط أليس أولا تصريحات جيفري عندما تحدث أنه يجب مدى النظام لنسقط عن النفط لا حذر جيفري حذر من ضمن نقاط كثيرة أحد النقاط تقول قلناه في بداية الحلقة أحد النقاط إياكم أن تقطعوا النفط عن النظام نعم صحيح إذن طبعا جيفري عندما يقوم بهكذا تصريح هذه معلومات توافية وكافية أعلم جيدا بأنه مثل ما قلت في الحلقات القادمة بأن النفط المنطقة تذهب إلى جيوب حزب العمال كونسايا في جبال قنديل وأنا لازلت بصرا على كلامي أنا لم أقول الحالة ذهبا لدي معلومات دقيقة جدا وأعرف كيف تتم تحويل النقود عندما تتحول من المنطقة إلى مناطقهم كيف أطلعنا هيك بشكل بشكل مبسط لا بطريقة متخلفة يعني أنا ما بديدخل بالتفاصيل على ظهر الحمير يعني مثلا في الجبال كيف يعني خليها للمستقبل أنا أقول بأنه فعلا نفط المنطقة لا يصرف عليها تذهب إلى جيوب هؤلاء القادة الذين استولوا على المنطقة بقوة السلاح وليس بإرادتها طيب والأمريكان الأمريكان غير مستفيدين من نفط القوات الأمريكية قوات التحالف لا تستفيد من نفط السوري اليوم قوات الأمريكي ليست بحاجة لهذا ليست بحاجة والنظام يشتري أم يزود بالمجان لا لا ما أعرف يعني يشتري أمريكي ليس بحاجة لهذا النفط ولكن جيمس جيفري عندما يسرع هذه المسألة يعلم جيدا بأنه هذه تذهب إلى جيوبهم فلذلك بدلا أن يذهب إلى جيوب هؤلاء يجب أن يذهب إلى النظام خلينا نرجع لعين عيسى أنا بس حبيت أضوي علىها النقطة بلأنه ذكرها سيادة العميد وأنا ذكرت الحلقة القديمة مع حضرتك طيب اليوم بالنسبة لعين عيسى أنت لك وجهة نظر مختلفة تقول أنها قد ستسلم للأتراك على الأرض هناك انتشار لقوات النظام والقوات الروسية كدوريات مشتركة تسير هناك زادت من وطيرتها في الأيام القليلة الماضية في حال سقطت عين عيسى وذهبت إلى النظام سؤالي لحضرتك ما مصير كوباني ومنبج لأنه عين عيسى بالسعرات الخريطة تفصل تل أبيض عن كوباني كوباني المتصلة بمنبج إلى جرابلوس هذه مناطق قصد منبج كوباني عين عيسى أنت تقول إذا سقطت بإذن النظام وإذا هذا شرغي بجالسي أنا شخصيا التحليل يختلف عن كل الناس الذين يتحدثون عن عيسى ما ليش بس نعم بس أنا بديك تمشي على هالاحتمال لنفهم لنفهم وين رايح المنطقة لأنه احتمالي صغير كمان إذا سقطت بإذن النظام السوري أولا كوباني ستنفصل على منطقة الجزيرة كهائية مثل ما تم فصل عفريل وتصبح منطقة الجزيرة التي تسمى بمحاوظة الحسكة كقصد من القامشلي من ترباسية والقامشلي وعمود دريك حتى حدوث سنجار ستاقى في أي قوات التركية أولا من تصريحات المسيوني التي تفرق بعض الرأسي بسيد أردوغان الذي يقولها بصراحة أنني سأدخل إلى سنجار وهو يعلم ماذا يقول بس أنت كيف حضرتك تربط تربط الشرق بالغرب رحت لي على القامشلي ونحن نتحدث هنا في منطقة وسط اللي هي عين عيسى أخي إذا سقطت عين عين عيسى ما السينارو هو السينارو بده يمشي مثل حسب الخطة المرسومة من قبل حزب العمال الكردستاني الذين ينفسون هم أدوات هذا السينارو يعني المسألة مولا أنا جايبا من عند الأتراك يقولون بصراحة نعلوا لن نقبل بوجود حزب العمال الكردستاني في هذا هذه حجة طوال الهدف التركي أخير عزيز يعني الأتراك عندهم هاجس القضية الكردية هم يحاولون خنق إقليم كردستان العراق الهدف الأساسي والنهايي من كل هذه العملية قاله وهو وضع حد يعني مثلا معبر إبراهيم الخليل المنطقة الوحيدة بين التركيا وبين العراق عموما الذي يمر عبر إقليم كردستان الآن الحكومة العراقية مع حكومة أردوان يحاولون أن يفتدع معبر بجانبي تصور يعني وهذا يمر عبر الحدود السورية يتصل إلى محافظة الموصل مرورا بمناطق أخرى من العراق ووصول إلى بقدان يعني المسألة القضية التي ترسل هو هذا السينار الذي تم رسمه وهدواتهم حزب العمال الكردستاني أنا لم أأتي من عندي معلومات هذه معلومات حقيقية نحن نراقب الوضع هنا عن كسب هذه معلومات حقيقية تقول تقول بأن 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 الخطة في عندك خطة ألف عندك با في عندك جيم وفي عندك دال يعني الأتراك لن يقبلوا على الأطلاق أن تبقى هذه القوات على أساس يعني على أساس لن ترضى بها ولكن كل ما يقومون به حزب العمال الكردستاني والأحزاب المتفع حول حزب العمال الكردستاني كلها تصف في المسلحة التركية يعني إذا 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 رقبنا الأحداث من 11 عاما نجد أنه كل ما يتم الآن في المنطقة هو لصالح حكومة التركية والنزاب فإذا المسل ووضع أخير عزيز أنا لم لأ أتهمهم باتهمات من الهواء هذه الخطة المرسوبة حاليا هم يحاولون الهدف بيعد ضيعتني دكتور والله العظيم ضيعتني الخطة تقول ماذا تقول بأن حزب العمال الكردستاني وقيادات الإدارة الذاتية وقسد اليوم هناك صفقة مع تركيا سيسلمون المناطق السورية التي تقع تحت سيطراته امتباعا بس لخصليها يا أبا جبلة أول القسد ليس لها أي قرار هي مغروبة على أمرها مظلوب عبدي لا يستطيع أن يفعل أي شيء القرارات التي تأتي من قيادات حزب العمال الكردستاني من جبال قنبي هم هم الذين الآن كان فيه على أساس حوار كردي كردي أين هو هذا بالعبط يحاولون وضع العراقين أمام الحوار طيب هيفهمناها مظلوم عبدي واجهة مظلوم على أمره خلينا نقول بالتالي حزب العمال الكردستاني هم البلاء في هذه المنطقة أقولها لك بكل صراح طيب فهمناها يا دكتور فهمناها اليوم المسيطن الحقيقي حزب العمال الكردستاني نتحدث في الجغرافيا السورية أي صفقة تتحدث عنها أنت بين حزب العمال بين البيكيكي وتركيا ماذا تقضي؟ حزب العمال الكردستاني هدفهم القضاء على تجربة إقليم كردستان العراق بصريح العبارة وهي محاولون هذه الخططة الذين يرسمونها من جبال قنديل القضاء على هذه التجربة التاريخية النموذجية في هذه المنطقة والمسأل ومحاركتهم للحزب الديمقراط بكل سيد بلئاس بسعود البرزان يعني في منطقة العمالية في معارك في منطقة دهوك في معارك في منطقة الزاق في معارك هنا في عينيس الآن يحاول تسليم إلى تركيا هذه المؤامرة الخبيثة الدنية التي يقومون تركيا هي تقدم مصلحة عداء الشعب الكرد فلذلك أنا من خلال هذه إقاناتكم الفضائية ووجه نداء إلى كل القادر الكرد الذين الآن في المجلس الوضع الكرد أن يتحركوا أن يؤحدا لهذه المهزلة التاريخية التي ابتلينتنا بيهم الشعب الكردي 355 ألف وهاجر الآن يعيشون في مخيمة في قنة قلسان 350 ألف هذا ليس رقما سهلا أو رقما صغيرا لكن عزيزي في المسأل سهرة عزيزي كل ما يقومون بي لم تصلاحة أعداج طيب رشاة طاها لا يمكن الحديث عن عين عيسى إذا كنت استعرضت هذه الخليطة السورية رأس العين وتل أبيض مقطوعة بمناطق مناطق سيطرة الجيش الوطني وتركيا مقطوعة عن جرابلس بمناطق منبج وكوبانيس وتأتي عين عيسى هي حلقة الوصل يعني بمعنى إذا راحت عين عيسى كوباني ومنبج أصبحت محاصرة محاصرة ضمن مناطق النظام ومناطق سيطرة الميليشيات الجيش الوطني وتركيا نعم هل يمكن الحديث اليوم عن عين عيسى بمغزل عن كوباني عين العرب ومنبج وهل هناك هل يمكن الحديث عن صفقة بيأخذون النظام مثلا عين عيسى تسقط مناطق منبج وكوباني لصالح تركيا وفصالها يعني أو ما مصيرها يعني هذه المناطق ستصبح محوطة بالكامل حدود تركيا من الشمال نظام من الجنوب والشارق تقريبا تل أبيض من الشرق وجرابلوس من الغرب نعم تحدثنا قبل قليلا وخاصة فيما يتعلق بموضوع عين عيسى بشكل عام الحديث هو مركز على هذا الموضوع ولكن فيما يتعلق برأس عين وتل أبيض خلال تم السيطرة عنه من قبل القوات التركية أو الجيش الوطني والمدومة من قبل تركيا ولكن تعرضت خلال الفترة الأخيرة الماضية كما تعلم لها جماد وهذا ما أزعج الأتراك في الفترة الأخيرة ودفعهم للتعجيل في القيام بهذه العملية يعني كما نحن أهداف استراتيجية أكيد أحد أهم الأهداف استراتيجية لتركيا كما يقال وصحح إذا كان هذه المعلومة غلط هو وصل مناطق منطقة تبع السلام بمناطق درع الفورات وغوص الزيتون وصلها جغرافية هذا الهدف الأساسي هذا الهدف الأساسي ولكن حاليا يعني ذكرت لك حاليا حتى هذه اللحظة هناك تفاهمات تركيا روسية هناك لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة غير غائبة عن المشهد السوري بشكل عام لاحظنا تصريحات كما تفضلت في بداية حديثك وأعتقد هذه التصريحات أو هذه الحضور الأمريكية سيكون أقوى لذا أعتقد أن تركيا في الدرجة الأولى حاليا تريد إنهاء ملف عين عيسى في البداية قبل مجيء إدارة بايدن ولكن في المرحلة المقبلة نعم هناك هدف استراتيجي كما ذكرت لك ربط هذه المناطق وأيضا قطع أوصال يعني الدعم والإمدادات شرق الفرات عن غرب الفرات شرق الفرات عن غرب الفرات وأيضا كما تحدث ضيفك أن هناك عن حزب العماء الكدستاني والذي هو يعطي الأوامر كل هذه حقيقة يعني هناك بالنسبة لتركيا خطوات متتالية ولكن أنقرة تتابع بشكل كامل التطورات التي سوف تحصل أو تحصل في الأسبوع المقبلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هل هناك قلق يعني إذا حدث على سبيل المثال يعني التفاهمات تركيا الروسية هل ستزعج الولايات المتحدة الأمريكية بس ثواني بالنسبة لتركيا الموقف الأمريكي حتى الآن غير واضح لأنه لألك شيء قبل أمس الأحد قبله كل الأحاديث عن غين عيسى قبل أن يأتي حتى الجنرال ماكنزي ويلتقي بمظلوم عبدي كانت تقول بأن المفاوضات بين النظام وقسد جارية وستسلم للنظام جاء ماكنزي قطع هذا الحلم وحتى النظام نفسه بدأ يتحدث عن أنكم ذهبتم من جديد إلى الأمريكان وستندمون وما إلى ذلك الأحد اختلف الحديث كليا وكأن أحاول أن أفهم من حضرتك وكأن الجنرال الأمريكي أعطى ضوء أخضر سلبوها لنظام وانسحبه لقصد هناك تصريحات قبل أيام جيمز جيفري عن موضوع قصد ومقصد في تركيا ولكن حاليا ما أستطيع أن نقرأه خاصة فيما يتعلق بقصد هو يحاول كسب الوقت هذه نقطة لافتة من يحاول كسب الوقت قصد هو حاليا بانتظار الإدارة الأمريكية أن المباحثات التي تجري غدا في موسكو ما بين وزيراء الخارجية التركي والروس أعتقد هي سوف أهمة وسوف توضح لنا الصورة بشكل كامل خلال الأيام المقبلة وقاصة إذا تحدثنا عن مصير عن عيسى نحن نتحدث قيبا منذ شهر أو أكثر عن ما هو مصير عن عيسى وقاصة فيما يتحدث عن هناك عملية عسكرية وتصور أعتقد عملية العسكرية لم تنتهي بالنسبة لتركيا احتمالية احتمالية قائمة إلى حتى هذه اللحظة ولكن أنقرة هي أيضا تخشى في حال شن هذا العملية وعملية مشابه لعملية نبع السلام سوف يكون لها إنعكاسات على العلاقات التركية الأمريكية إلى حتى هذه اللحظة يعني الصورة التركية الأمريكية غير واضحة بشكل كامل تحدثنا ليس عن خلاف الملف السوري ولكن هناك ملفات معقدة للغاية بين الجانبين إذن لا يمكن حسن موضوع عين عيسى موجة نظرك قبل وصول إدارة بايدن يعني أنا بتصور أعتقد بتحدث عن جزء صغير نعم بتصور سوف تستمر إلى أسابيع هذه المشكلة والجميع حتى يعني الجميع هو بانتظار يعني سيد البيت الأبيض حتى بعد لقاء غدا حتى هذه هي المعلومات المتوفرة وخاصة حتى وسالة علامة تركية تتحدث عن هذا الموضوع الجميع يحاول أن يكون له مكاسب وهذا المكاسب أن تكون مكاسب على أرضية سابتة وحقيقية وقاصة فيما يتعلق التصريحات والتفاهمات التي تحصل نتبعها حاليا من الجانب الروسي فقط ولكن الجانب التركي إذا تبعه هناك صمت هناك صمت بشكل كامل وهذا تبعناه تتذكر في سوتي الصمت ماذا يعني هذا الصمت التركي لأنه له دلالات صرنا خبراء بهذا الصمت يعني موافقة؟ الصمت التركي هو ليس موافقة هو حاليا لا يريد يعني لا يريد إغضاب الروس خاصة إذا تحدثنا عن أن هناك ملفات شائكة ما بين الأتراك والروس في ملفات عديدة وساحات مختلفة في الوقت نفسه هناك لغة تصالحية من قدر رئيس التركي رجال طيب أردوغان مع الأوروبيين ومع الأمريكان وحتى نتحدث مع إسرائيل قبل أيام تحدث عن هذا الموضوع هو يحاول قدر الإمكان أن يحافظ على هذه الخيوط خيوطه مع الروس من جهة ومع الأمريكان من جهة لذا هو الجميع يحاول أن يكسب الوقت خلال المرحلة المقبلة عنا العشرين واحد لسه لاستيلام بايدل وفي أسبوع رأس السنة صحيح فيه عطلة أعياد ورأس السنة سيادة العميد أريد منك تعقيب على ما قاله الدكتور عبد الباقي كولو أنا استضفته بحلقات كثيرة ويبدو في هذه الحلقة أنه يتحدث ليس مجرد تحليل ورأي بل استنادا على معلومات تفضل سيادة العميد يعني أولا الحديث حقيقة على سواء كنا نتحدث عن عيسى وعين العرب هنا السبيحة كعذرا الرجاء هي عين العرب لها اسم كبير وجميل وتتشرف به عين العرب وليس كوباني هذا المصطلح لا يعني غير مقبولي هائيا لو سمحت الثانيا وجد نظر دكتور عبد الكافي لنفسه أن هناك اتفاق ما بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لا أعتقد لأن الحرب بينهما من سنوات ولكن حزب العمال الكردستاني يعمل لصالح إيران يعمل لصالح نظام كان أحد الأوراق التي أستخدمها حافظ أسد للضغط على تركيا وهذه قصة معروفة أماما للجميع لكن عندما نتحدث حقيقة على أن مصاح تركيا أو غير مصاح تركيا كما ذكرت قبل قليل أولا تقاطع ما بيننا وبين مصاح تركيا في قضية منع هذه المنطقة تنفصل على أهلها أو شعبها أو جسمها السوري ثانيا عندما تحدث عن دور هذا التنظيم تنظيم قصد لم يغب على الإذهان إطلاقا تواجده مع النظام في القامشلي يعني فروع الأمن العسكري للنظام أو الفوج 21 ما زال في القامشلي ما زال في الحزكة التواجد مشترك بيننا فلا يمكن حقيقة الفصل بينهما أو نقول لكن يجب أن نوجه لهم إلى تركيا قامشلي سيادة العبيد تعادل أهمية عين عيسى لأن عاصمة إدارية لقصد عين عيسى لم أسمع بك هذه عاصمة إدارية العاصمة عين عيسى بلد بلد سوريا والقامشلي مدينة سوريا ولم أسمع بذلك قصد أو يعني هذه المسميات الخرافية كما كانت داعش تسمى دولة الخلافة والإدارة الذاتية هذه التسميات الخرافية يعني لا تبقى ولا تذر نهايا لا أقصد المقرات الأحساب مجلس سوريا الديمقراطي كل النشاطات التي تتم على الاجتماعات حتى الاجتماعات الأخيرة بين مظلوم عبدي و كينيث ميكلزي تمت في عين عيسى أيضا يعني لنوم هذا الزمان الغرط اللي صار واحد اسمه مثل مظلوم عبدي أو هذا أسعر يعني يصير يحكم مع الأميركان أو الأميركان يحكم معه الأميركان قادرين على أن يحطوا قبعة على شخص يكبروا أو يظهروا مثل ما بدهم للأسف الشديد لكن دعني أتحدث عن مصلحة تركية لأن تقد هنا تماما السياسة التركية في قضية تحقيق مصالحها الخاصة لماذا تنظروا إلى مصالحكم ونحن لم ننسى جميلكم مع الشعب السوري ولكن لماذا تنظروا إلى مصالحكم الضيقة وتنسون تماما مصالح الشعب السوري الضرورية التي هي بالأساس يعني إن حققت مصالح الشعب السوري فالمصالح التركية ضمنها محاققة يعني عندما نتحدث عن تسليم عن عيسى للنظام ويقبل الأتراك بهذا وأعتقد يقبلوني يعني عندما قبلوا بسراقب عندما قيلوا أن دخلت الشرطة الروسية لها ولن تدخل الشرطة الروسية كانت قوات النظام فيها وقبلت تركي من هنا نحن نتحدث حقيقتنا أو نلوم الجانب التركي والسياسة التركية التي ما زالت تتسم بالغموض يعني دائما انتفاقات نراها على صعيد الواقع ولا نعرف ماذا يجري خلف الكواليس إذن عندما نتحدث حقيقة عن قضية عين عيسى عين عيسى بالتأكيد لن تبقى فيها قسد قسد لن تبقى في القامشلي ولن تبقى بدير الزور كل هذه المناطق ستعود إلى أصحابها عاجاً أم آجلاً سواء كانت أمريكا ولا روسيا ولا تركيا ولا الجميع لكن كنا نتمنى أن يكون من يعيد هذه المناطق إلى أهلها هم الجيش الحر سواء كان بدعم تركي ولا يبدعم فرنسي ولا يبدعم أمريكي بغض النظر لكن يجب أن تعود إلى أهلها لكن لا نريد حقيقة أن تجير كل هذه القضايا لمصالح تركيا أو لأن مصلحة تركيا تقتضي ذلك مصلحة تركيا تقتضي أن يتم اتصال ما بين نبع الفرات وغص الزيتون يعني هذه الربط هذا بالنسبة لي لا يعجبني لأنني أنا أريد تماماً عودة كل الأهل إلى منازلهم من عفرين غرباً إلى القامشلي إلى عين ديوار إلى المالكية بس ليش نظرتك نظرتك شوي ضيقة يا سيادة العميد قد يرها البعض وأرها أنا على أقل تقدير ما لش تحملني وتتحدث عن أنه خلص بس عين عيسى في مناطق واسعة بين عين عيسى بين تل أبيض وبناطق سيطرة الفصائل الجيش الوطني أتحدث هنا عن أقصى الشرقي جرابلوس عندك عين العرب كوباني منطقة كبيرة منبج كذلك الأمر ماذا لو كان يدخل النظام إلى عين عيسى هذه البلدة الصغيرة التي تقول عنها مقابل أن تعود تلك المناطق أي كوباني ومن بجي إلى سيطرة الأتراك والجيش الوطني نحن نريد إعادة كل هذه المناطق إلى الجيش الوطني لكن عندما نتحدث اليوم على موقع عن عيسى وهو ليستراتيجي على الطريق أعتقد هذه العودة إن تمت للنظام نفس العودة لسراقب سراقب لم تعود للنظام يعني نقول بخسارة القوات التركية أو بضعف القوات التركية إنما بتسليمها تحت مسمى الشرطة الروسية يعني عندما قال بوتين الشرطة الروسية دخلت السراقب لم يكن هناك أي شرط روسي ولم يدخلها إلى الآن من دخل السراقب هم قوات النظام ميليشيا بشار أسد زائد حزب الله ولكن قبلت تركيا لأن هناك اتفاق روسي تركي بتسليم الـ M5 إلى القوات الروسية وبالتالي إلى النظام لكن أيضا وطبعا يعني غض البصر الروسي عن قضية M4 لذلك عندما تحدث عن عيسى موقعها الاستراتيجي نفس موقع السراقب من سلم سراقب أو من رضي بوضع سراقب سيرضع بوضع عين عيسى فأعتقد أن تركيا ستقبل بدخول قوات النظام إلى عين عيسى وستقبل أيضا حتى بدخول قوات النظام إلى عين العرب وإلى منبج وهذا لا يروق لنا كنحن نكفر بكوار أو كالجيش حر مقابل ماذا؟ هناك مكاسب أولا هي المصلحة التركية تقتضي ألا تكون هناك قوات قسد هذا يعني مفرغ منه ثانيا لا شك أن هناك اتفاقات ما بين روسيا وتركيا قد تكون في سوريا وقد تكون في مناطق قرى قد تكون في سوريا وقد تكون خارج سوريا تقصد نعم بسوريا أقصد المناطق التي تتعلق بشمال حلب هذه القرى 12 قرية التي سيطر عليها قسد وسيطر على النظام والتي هي تتبع لريف حلب الشمالي سواء كان منغ أو تلرفعات هذه المناطق الموجودة في الشمال لكن عندما نتحدث حقيقة هذا لا يعني أنه فقط هذه القرى إنما أيضا لا شك أن هناك خلف الكواليس اتفاقا تركيا روسيا في مناطق قرى وأخشى أيضا أن يكون هناك حتى ضمن هذا الاتفاق يا سيد أحمد وسأذكر بعضنا أن هناك أيضا اتفاق أمريكي يشارك في هذه الاتفاقيات لا شيء يحصل في سوريا بدون بغياب أمريكي أو غياب روسي لا شيء يحصل إطلاقا يعني كل ما يجري من سوريا من شرقيا وحتى بمنطقة الشرق أوسط لا تغيب عنه أمريكا أولا يعني مناطق خفضة تصعيد الماضية التي كانت ترعاها روسيا وتركيا في سوتي وأستانا كانت بموافقة أمريكية أفهم منك؟ وهل تعتقد أنه لم تكن هناك موافقة؟ أنا لا أعرف أنا متأكد لو أرد أمريكا إلغاء هذه الاتفاقيات ما دخلت فيه في اتفاق درعة من أخرج السوريين من درعة ومنع التسليح عن الفصال من أجل أن توافق تلك الفصال على هذا الاتفاق لذلك كانت أمريكا حاضرة بكل هذه الاتفاقيات اليوم أمريكا انتبهت إلى أنها خسرت كثير وبالعكس خسرت كرامتها ربما تحاول أن تستعيد ولكن دوما مصالحها فوق الكرامة أمريكا تعتبر أن المصالح المادية دوما فوق الكرامة ولذلك هي حاليا موجودة في منطق شرق الفرات هي تؤمن النقل النظام تؤمن النقل النفط إلى إسرائيل وتؤمن كذلك أيضا رعاية مصالحها الخاصة لذلك عندما نتحدث عن الاتفاق تركي روسي أمريكا ليست بعيدة أمريكا كانت ممكن أن تقول لتركي لا تتقدمي أو تراجعي أو تقدمي ولذلك جيفري كان واضح قال للقسد لا تشتبكوا مع الأتراك لا تعاندوا الأتراك يعني يجب أن تنسحبوا وتركيا أيضا بالمقابل ممكن لروسيا أن تدخل النظام يعني إذن عمرية رضوات بناتهم لكن على حساب السوري أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركاتك مع ناسية العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من الرياض شكرا لمشاركتك سياد العميد شكرا لمشارك الدكتور عبدالبقي قوله المحلل السياسي ضيفي من أربيل ولضيفي هنا في الستوديو السياس طهر عودي أوكلو المحلل السياسي التركي وكاتب طبعا شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة أعودوا القطفة مقدم إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة إلى اللقاء